أخر تقول يجب أن نطوي صفحة فترة الفساد ما الذي تقصده بهذا الكلام نعم إحنا الآن من عيشوش الماضي عشرين سنة فساد كان نظام كلي قلتنا بل إحنا كنا ضحاية خلال هذا الكلام أنت تروشت فقط الخيار فقط التفاوض مع هؤلاء الفسدين التفاوض خليت جزء فقط من الكلام التعي وقلتنا حتى هذه عبارة عن رحل هو ريبو مدين قلتنا نطوي هذه الصفحة ولكن لا ننسى نطوي الصفحة قالوا نعم نطوي هذه الصفحة ولكن لا ننسى أن بينكم وبيننا جبال من الجثث وبحر من الدماء فأنا قلت نطوي هذه الصفحة لا نبقى لنعيشه في الماضي و لا نبقى لنحسبه بعدنا البعض الآن لازم ننطلق وكي ننطلق لازم تكون طمأنينة المستثمر الجزائري الآن كل الناس خايفين كل وعد خايف من العدلة وكل وعد يسنوك تعيطونه أنت مع إجراء مفاوضات مع السيدين اللي في السجن وعلى شلال لك كان المصرحة للجزائر المصرحة للجزائر وباش نجيب إمكانية مالية نتفاوض مع حتى الشيطان إلا كان باش البلاد نتعي تنطلق ولكن يكون سيقر في بلادي نتفاوض مع الناس كل لما قلت أنا نفتح حوار نفتح حوار ما بعضنا بعضكا سياسيين وروح نتفاوض لما احنا كنا في العشرية الدموية اللي عشناها كانت ناس قتلت وذبحت وقدرنا مصالحة وطنية لو كما ندرنا مصالحة نبقى وفثار ونبقى وإثار لهذا ونقعدوا في مشاكل ونتقسموا ونتقزموا الآن لابد أن نطوي هذه الصفحة وننطلق الجزائر الآن أنا نقول بالآليات الاقتصادية ريح حابسها هل الآن نبقى وفي صراعات مع بعضنا البعض ونبقى ونحاسبوا بعضنا البعض ويعني الأمور رهي الآن عندنا شبابنا اللي عنده أمل أن الجزائر تنطلق عندنا شبابنا اللي بغينا يعني يسترجعوا الثيقة في بلادهم في مؤسساتهم